اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من برنامجنا القصير المركز بتأملات في شخصية المسيح في انجيل يوحنى وصلنا الاصحاح عشرة وفيها في النص ده اللي قدامنا رب بتكلم عن نفسه كالراعي الصالح وكالباب اللي بيدخل الخراف اللي هم المؤمنين به كتشبيه الى السماء هو الوحيد الراعي الصالح اللي كل اللي سبقه واللي جاي بعده محدش اطلاقا بيشبه له حبائي في اصحاح عشرة زي ما نواهت بنشوف في المسيح بيقدم نفسه كالراعي الصالح محلى بالتعريف الراعي الصالح وبنشوف هنا في بقية الاصحاح في قراءة اليوم في اصحاح عشرة اعلان صريح عن لهوته من واحد لغاية 18 لحظوا حبائي ازاي حدث انشقاق بين الناس بين مؤيدين ومعارضين مؤمنين وشككين وما زلنا بنشوف نفس الشيء النهاردة في تجاوب مع الناس مع رسالة المسيح المخلص وفيه ناس بيرفضوا يا بخت وهنيئا للي قبل واللي بيقبل وبيقامن وبيستمتع بخلاص المسيح المجاني المجد الابدي من اللافت احبائي في الفقرة دي فيه حاجة مهمة حقيقة بتبان لنا هي ضمان المؤمن ضمان ابدي للمؤمن في ايد الرب بشكل واضح وجالي اكتر من اي مكان تاني في الكتاب مقدس ففي الايتين دولة 28 و29 وانا اعطيها حياة ابدية ولن تحلك الى الابد شايفين حبائي تصريحين في منتهى الجمال لا احد يخطفها من يدي ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي فزي ما الراعي بيحمي خرافه كذلك الرب يسوع بيحمي شعبه وخلونا كمان نتذكر ان الرب وحده هو وحده كلي السيادة والمسيطر على كل شيء العبارة هنا في اية 30 انا والاب واحد تعد من اقوى التصريحات اللي قالها الرب يسوع بالدل عن لاهوته والتحاده في الجوهر مع الاب والحقيقة شيء غريب وعجيب مدى عناد ومقاومة اليهود وصلابة رقابهم فلا اعمال الرب المعجزية ولا تعليمه السماوية ولا ايضا تصريحاته القلية خلتهم يؤمنوا واقنعتهم بالحق علشان كده برجو بصلي من كل قلبي ان محدش بيسمعني الان يكون بيأسي قلبه لان الكتاب بيقول اليوم اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم اليوم يوم خلاص الوقت وقت مقبول فارجوك يا صديقي عزيزي المشاهد ارجوك تفتح قلبك تفتح قلبك للرب وتعترف له مخلص انه هو مخلصك الشخصي حياتك تقبله رب ومسيح لحياتك مخلص منقذ راعي صالح عزيزي اذكر نقطة في غاية الاهمية للناس اللي دايما بيسألوا اين قال المسيح انا الله فاعبدوني في الجزئية دي بنشوف ان اليهود ارادوا رجم المسيح وفي ذلك كان تصريح ودليل واضح جدا انهم فهموا فهموا انه بيتكلم عن الوهيته بمعادلته للآب في كل شيء الامر كان واضح مش عايز اي تأويل او تحريف هو بيقولها بكل قوة وجهارة وسلطان وهم ما فهمه لشان كده ما عجبهمش الكلام وابتدوا يقاوموا ويعندوه شيء مؤسف لان الانسان بيأس قلبه اوقات وبرغم كل الادلة والبراهين والاقوال والافعال اللي اوضح من الشمس عز الظهر بيقول الرب تركهم الكتاب تركهم وخرج وكأنه خلاص احتر فيهم وما بقاش فيه شيء ممكن يعمله او يقوله اكتر من كده وراح الرب للمكان اللي كان يحنى يعمد فيه وهنا بنشوف ان المنطقة على فكرة المنطقة الاخيرة اللي مكت فيها المسيح قبل ما يغادر الى قرشاليم وإلى الصليب بعدها في نفس المنطقة اللي ابتدى فيها يحنى اولا بنشوف ازاي ان الناس تذكروا اقوال يحنى عن المسيح وتأكد ايمانهم به فيه ناس تذكروا انه اه هو ده اللي كلمنا عنه يحنى اللي هو ده اللي انا جيت عشان اهيأ ليه الطريق هو ده حامل الله وافتكره وامنه بالمسيح حلو جدا الانسان لما الرب يذكره بالحقائق ما يعنيتش يلبيه وبيقول الكتاب فآمن به كثيرون هناك يعني لكل من آمن بالمسيح الرب المخلص له كل المجد الى الابد اتشوفكم في الحلقة القادمة الرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة